في هذا الفيديو بقضي اربع اشي ساعه في واحدة من اخطر البلدان في العالم حسب كثير مواقع هل البلد بهاي الخطورة؟ اشتبريكا هيا المرأة بل شوي حاولت سيت لفوني يا جماعة في دون... ولا كل هاي إشاعة؟ اليوم هنعرفكم قررت اروح على كينيا ياسي جماعة اليوم رح اروح على كينيا طبعا بينما انا قاعد بحكيكم هالمعلومة انا حاليا قدامي في مقالة عم تحكيلي عن انه كيف كينيا سابقة اخطر دول في العالم بس عادي يا جماع كينية حلوة يعني في طبيعة خرافية هناك وفي فيلة وقصص خلونا يا جماع نركز على الفيلة ما نركز على نسب الجرائم العالي يعني شو هاي كارجة ايه يعني في تويت مشاكل غير عن مثلا انه ملاريا يعني الناموس هناك بحاول يكتلك وتغيشتش في مية من اي مكان او توقل وفي هناك كتير حيوانات القاتلة كمان بس كمان يا جماع في فيلة يعني قبل ما اسافر او اعمل اي شي لازم الاول استشير محاسب الشخصي انت حمار ليش؟ اروح ما معاك فلوس بدي اروح على كينيا ما معاك فلوس مش عملني اعلان وزعت ايفون صح ما حتقدر تسافر والله غير اسافر اشوف كنتك تسافر والله بروح تسافر لا حاسافر مبسوط ابو الزغلول اخوي اليوم سوف يكونوا رايعة الزغلول تطلعت الطيارات قبل اه شو اللي عملتوا ليك سويت في الطيارات هديك لبست الفست لازم في حال الطوارئ لما توقع الطيارات لسه بدي استنى وانزل الحرص حس خلاصنا اخرنا الشناتي وهس من الرش قبل ما نطلع بخاخ عشان الحشرات عشان لا سمح الله رفض الابع بلصحه يا جماعة ليش كل هذا الخوف من الحشرات؟ لانه في كينيا في ناموس بيعمل لك امراض ممكن يقوسك ممكن لا تاخد الاحتياطات اقسم بالله اكبر صدمة ستيرنج على اليمين مش على الشمال ايش فيه زغلوا الوال احدا؟ انا قد اقلط اركب جنبه بحشغل انا قبل ما اطلع احطت على جوجل وطلعت كينيا سابق اخطر دول في عالم انت تحكيلي اسا؟ بصدع اقلنا يقولوا خلينا نروح للاعب بها الحمارة انت تحكيلو اسا ما انا بصدع خايف انا بكتش يكله قوي نعم هل أريد أن أعطيك؟ نعم هل أريد أن أعطيك؟ نعم زيبرا زيبرا نعم 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 سيأخذ ناس اخر مرة أسافر مكان مع زرور خلاص حطيت جواز السفر يكون ممتلكاتي جوال خزنة تبات الفندق وما معي ولا اشي غال فلوس عشان احتياطا اذا صار اشي والله هيك قلت عن انت مثل اسم عامل شغلي غريبة الفندق احنا نزلين فيه اغلى من فندق هيك فيه سياج هون ايثنك انه سياج مكهرب يعني ما بيقدر حدا عمليه اشي مضادر تسلق ليش بس هم غريب اول كم ساعة في رحلتنا بيكونوا كثير لطيفين بس هاي فقط البداية لانه الخطر الحقيقي ببدأ بعدها جماعة طلعوا ميمانا بالرحلة شي الكمامة طيبة اوه 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 فالقاسم هاي بلد بس بقوله هيك انه طالع على ايك طاشك 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 عادي هو شاف بلدان كتير اسوأ انت بدك في جمعنا تشوفوا الزو الزو جماعة عادي بو مش تقي في القناة تشتركوا شو بتاع بشتر والعور طلقنا الهي قايز تتراكبوا السور عليه كمان برضو سياج كهربائية شو قصة هالبلد ليش في السياج كهربائية خاصة ممكن تحكين ليش في السياج كهربائية في كثير هون حرامية و قتل و هاي هايك اوكي وصلنا على نايروبي ناشنال بارك هون في حيوانات و قصص و سفاري ابو زغلون شو رأيك بالزيبرا بتجلن اخوه التوتو تبعتو بتجلن طلع شو التوتو يعني الديتي شو تبعتو في يسر طلع الجمعة كيفر الخنزير و الغزال عم تعيشوا مع بعض اذا الخنزير و غزال بيدين يعيش و معاتو احنا كمان نيدروا نتعيش و لاباتو نوقف كل الحروب روحلة سفاري كانت كيوت شو تيها حيوانات 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 كيوت اوكي بكفي خلق لا 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 سيك طب هون يا كبير طب هون وبدأ الخطر في طريقنا من السفاري لما انتبهت على طيور كثير ضخمة طايرة في السماء وبعدين لما اقتربت من واحد طلّوا عليّي خربيت وشو بيخوّ في خربي بحث عنه طلع اسمه بربربر طوله بصل للمتر ونص وما ياخي هاد مش الطير هاد ديناسور ايه تش ايه وقش وبرضو عالطريق شفت شوية شغلات غريبة يعني مثلا فيه بالطريق بالأزمة ناس بيبيعوا أغراض وفجأة لقيت شخص ببيع أسلحة بيضاء جهاز سعق عم يبيعوا في الشارع ليش؟ ليش؟ ليه؟ غير عن الخنزير البريء اللي قناه فجأة بالشارع هاينا انا هون الخنزير هناك طلّوا عليز حسسوا قتلة عضل أو سرب القردة اللي من منظرهم شو هاد الطبيعة هون يا جماعة مخيفة هدونا في الجمودة وقتها اوكي جايز يجينا على هذا المحل سوفاريكم عشان نشتري سيم كارد القزاز يعني ما بقدر شوفي حادي اللي انا بحكي معه والقزاز بوليت بروف طلّوا كيف؟ داريشوف عم مع مياه بتحكي ابصر شو صار عشان اضطروا يعملوا هيك فيه ثلاث ايدين مش ننتبع ثلاث ايدين؟ اوه واحد الله يزي اوه 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 اوكي جماعة كثير غريبة اللي صار اسم المحل سفاريكم بتدخل تحكي معهم بطلع شركة ثانية فحشان لكن هو ينتب علينا راحنا هاربنا قاعدين نتقوق يعجم هارحنا هنا محل جب الشغلاء هاااااااااااااااااااااااااااااااة هالذي سألوه نودالر الس.. نااااوة اوه اي ف رج بتّحظ ل앙ك باسها ينزل لا ترك العهن harina لاتفعل اريك 10 دولار 1 ملف هذه الحق, لا تجد في نهاية نعم أتفعلها part marine ماذا؟ هذا هو عمد 20 هذا هو عمد والله 20 25 برين جلم برين جلم وماني بيحكي عربي وماني بيحكي عربي وماني بيحكي عربي هيا أخوة أنواع المفاصل يا جماعة بعد المفاصل سيتحرش فاني بطيكي هبلعش 28 28 28 20 20 20 20 20 21 20 21 حسنة كل تلك هيا خلصنا يا جماعة مش طبي، أنا مابفاصل هم يفاصلوا إن شاء الله ما اسمكك؟ لا 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 لا، لماذا؟ كنت شاركو؟ دائع ها ابن الناس ومبعد كل هالمغامرات رجعنا على الفندق نوكننا لهم لقمتين عشان بعدين نكمل هذه المقامرة اوكي زغلول محي جمعنا زغلول حتروح تنام اوكي زغلول لايح دير بالك حبيب أبو الزغلول حسا يا جماعة بدنا نطلب اوبر عشان نطلع فيه اسمع طلب لنا اشي فاكم بس اه مش انه هاي ال اوبر عادي اوبر بلس رح اطلب لك اشي في خياتك ما جربته مرسيدس قصص الله يا زلمة هاش فيه قلت لك حاخدك اشي جديد توفير توفير هذا زلمتيحي وصلني الله أكبر الله يأخدك يا قاصم هاي اه هو? فرست تايم ها؟ فرست تايم ايش امسك عندما؟ ايش عمل؟ لابي نوقف عليها ي скоро عمري يدباعها والله كيف مش ناسك؟ موسيقى 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 الله يأخذك تخزم مع هكذا تجربة أول شيء الشاب أول مركبته وأقول له فرست تايم أقول لي شو فرست تايم بلاشت أكي مع كيني أنا مش عرف أين أمسك بلاشت أحضره من ورا حسنا أنا على علاك أجندين كويسة مع شاب كيني لماذا أنت terrorist هل يعمل ذلم تتوقف بلاشتر احنا فترقنا لما هو مشي عن اشارة همرة تبعك حاس حيالي هيك صديقي حياء جديدة حسنا نحن رحين حادي كساتين رحين عليها معنا هون يا جماعة هيلاري وحنا نحل حاليه في الشوالع لاروبي بس منطقة شعبية أكتر منطقة صاحب الليل وشغلة غريبة ملاحظها أنه ريحة المكان بترول قاسم قادر تتنفس عادي؟ يعني فيه شغلات بالهواء فيه شي صح؟ 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 مكان فيه تلوث بالهواء مركز الشارع عشان يصحب جوالك ده موجود كثير معا، خاين مرأة قبل شوي حاول سيت بفوني بس قاسم القذلي ولو؟ جمال، ووضع مش طبيعي هول ريحة بسبب انه احنا شكلنا اجانب الناس بالشارع بيتطلوا علينا نظرات كثير غريبة قول فيه أكل شعبية بطنطبع صومالية يا شعب قاعد عجل الوقت نجرب هذا الاشي بسم الله عمبولو طب خطوا الموبايل هنا شاني صوروا عمبولو كيف زاخت؟ اه، انت جيد ايش هم باكل مباعدة؟ كلا اخوي كلا كلا اخوي كلا كل شوي في كم حد بالحقنا ببدو يسرق اشي ما بعرفت احس وقاسم بالقطهم انا زي لحبل انا طالع بادي جارد فانا ماسي خاسة يا موبايلي بخمس ايدين عشان اضمن نضل معي موسيقى احنا في الكافي شوب اوكي قاعدنا الحمد لله الشغلة غريبة في كينيا بتشتري مي تكون عليها بلاستيك من خوق ليش؟ لانه ممكن في بعض الناس يشربوا الانية بعدين يرجعوا عبوها مية حنفية ببيعوها ومية كينيا اذا بتشربها من الحنفية بتصير معك اسهال وامساك ها وهو ها الاماعة هتنزل معك بالحمام فانت اح اجا الشاي كيني شاي كيني يا جماع ريحة حلوة ريحة حلوة ريحة حلوة طب جماعة حطة سكر عليها كان ما فيه سكر الشاي كيني مع سكر اوكي اوكي كمان مع لكتين سكر بتجربة الشاي كيني مع كمس معالك سكر نايس اه انت صوت من الفندق طيب اللي حضرتوه يا جماعي كان اربعه وشي ساعة في كينيا اخطر بلد افوتها بحياتي وانا وجاي وانا احمد لا تلبس شورت لا تشرب مية حنفية تدير بالك المية تشربها قرأت قصص انه فيه ناس انطعنوا ناس تهددوا بالاسلاح والسرقات حسيت حالي طالعه بلد اموت بس الصراحة استمتعت في متعة معينة موجودة في الخطر بس برضو اتوقعتها اخطر باللي هي عكي لما تقرأ عنها بكل موضوع مبالغ فيه بس لما تيجي عالواقع تشوف بس مثلا مستحيل حدا يهددك بسلاح او يأذيك بالعكس الكينيين بتحسهم كثير بسيطين ما قدين الحياة هيك هيك قدينها بس لازيكون حذر واكيد هي مش سابعة اخطر دول في العالم لان ما متكد في دول على الاقل اللي فيهم حروب حيكونوا اخطر من كينيا بس تن 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 هذا مش ساوي اللي اجي هون في هدف من جيتي هون و هتعرفوه بالفيديو الجاي بطالي يكون فيديو اعجبكم اذا تباو اشتركوا قناتي اذا بتحب تشوفني بسافر اقترح عليه في طاليق تقول لي وامدك انا سافر شوفك او جوح وشاو بيسو لا توجع لي راسي خد جزرة والله لك مش فاضي خد جزرة